سؤال عن تأثير تقييد السياسة النقدية بمقدار 600 نقطة أساس على النشاط الاقتصادي وهل يستدعي الوضع الاقتصادي الحالي رفع أسعار العائد؟ معالي المحافظ ممكن يعمله ملف يا أستاذ مصطفى خلينا أحسن السؤال سؤال أفضل عشان تركيز السؤال له شقين طبعاً شق هو له علاقة بحجم 600 الحجم الكبير وأثره على السياسة النقدية وده احنا وضحناه في كلمتي وهو له دعوة من الآخر بالتبخ وإحنا كسياسة بنك مركزي وده المهم الرسالة لحضراتكم ممكن تروحوا بيها لو في عنوان هو أن البنك مركزي لم ولن إن شاء الله يعد يستهدف سعر صرفه محدد هو بيستهدف تضخم وده بيتطلب تنصيق ده اللي بنسميه استهداف التضخم بين كل الإجراءات الموجودة في المالية وكل الإجراءات حتى الاستثمار الحكومي والبنك المركزي عشان في الآخر نقدر نحن نوصل لرقم يكون في التضخم إن شاء الله يبقى زي باية الدول المتقدمة لأن زي ما قلت لحضراتكم التضخم ده أشرص مرض في الاقتصاد وحضراتكم لو ركزتوا في دول حوالينا تضخم المعلن ستين وسبعين وتمانين في مان الشق التاني لو دعوا بالأعمال معلوش أنا ليس سؤال بسيط لحضراتكم يعني أما يكون العمل ده بيواجه إنه هو ما فيش عملة وفيه نضرة وفيه سعر أغلى للعملة وتوقعات سعر أغلى التضخم يؤذي على المدى البعيد أكبر من سعر الفايدة يعني لو أي مستهلكة جي حسب كل إحنا عملنا الحسبة دي مرة أنا ما عنديش الرقم مش هتحد فكرهم مركزي قلنا سعر الفايدة اعتبرناه جزء من مكونات الانتاج 12% فبالتالي هو عنده 8% الـ 12% دي أما تغلى 6% ما تعملش 0.1 ما تعملش حاجة لكن الـ 98% اللي فيها فلنفرض مسلا سعر مواد خام دي نفسي هتعمل سعر عالي فهو في البداية لا شك إنه هيبقى فيه لازم إحنا يعني أنا عن تهز الفرصة دي عشان أقول لحضراتكم المجتمع العمل لازم يبقى عارف عارف إن في الآخر ده كلنا لمصلحتنا كلنا كلنا والجزء الثاني اللي أحب برضو أقول لرؤساء البنوك عليه وأقول لمجتمع الأعمال عليه هو ببساطة إن سوق سعر الصرف المرن شوية أو مرن كتير أو سوق سعر الصرف اللي بيتحرك بيتطلب إن الناس بعارفة إن فيه أدوات عند البنوك موجودة إنها تقدر تتحوط على ده وعندنا هنا أساد زفر رؤساء البنوك يعلموا هذا وأريت يعني أريت بواجه لهم رجاء إن هما يجيبوا العمل في مجموعات ويشرحوا لهم إزاي إن هما يقدروا له السعر لأن اللي بيجي لنا بعد كده الرجل منه خلال طبعا على سعر إزاي وهو بيتحرك إحنا حضرتك عندنا الإمكانية إن إحنا نعمل عقود لتثبيت السعر في المستقبل في أغلب بنوك الجهاز المصحفي وهو رؤساء البنوك وهو وأنا بطلب منهم مباشرة إن هما يبتدوا يتواصلوا مع العمل إن هما يقدروا يريحون في هذا وبالتالي ردا على الجزء الثاني ده على المدى القصير ممكن يحس إنه هو بيأذيه لكن ده في المدى الطويلة تضخم هيأذيه أكتر وأكتر وأكتر فإحنا مع بعض إيد واحدة نقدر نسيطر عليه إن شاء الله ومتشكل